السلام عليكم يارب تكونوا كلكم بخير النهاردة نعمل كيكة شوكولاتة أطاقة على الفترة الجاية لما تكرروا تعملوا كيك فدي أول وصفة هتلجأوا لها اسمها كيكة القطن التركية والأول واحدة ممكن تتخيلوا إن هي محتاجة عشر بضات وكوبايتين من الزبدة لكن هي من غير زبدة وبكمية بيت بسيطة جدا وفي نفس الوقت هتعمل معكو كمية كبيرة قوي أحلى من أي كيك ياباني بيقابلنا دائما في الريلز أو بنشوفه في أي مكان وبيتجنن عليه هنعمل معاها كمان كريمة شوكولاتة اقتصادية كل مكوناتها من البيت الناس اللي بتحب الكيك هتبقى فهمة كويس قوي إن الكيك الإسفنجي هو من أرقى أنواع الكيك اللي ممكن نجربه جنب الشاي أوعادكم وصفة النهاردة هتبقى معتمدة بالنسبة لكو دايما وهتعملوها على طول أول ما تفكروا وتعملوا كيكة شوكولاتة الدقيقة بسيطة وفي منتهى السهولة تعالوا الأول نتكلم عن المكونات هنحتاج كمان دقيق كبايتين بالضبط دقيق فاخر أو دقيق للكيك الكيك الإسفنجي عموما لازم نستخدم له دقيق يكون خالي من الجلوتين أو نسبة الجلوتين فيه قليلة قوي هنحتاج كمان كباية واحدة من الحليب وهنحتاج كمان كباية من السكر أنا حطى كل نص كباية في حجل وحدها وهواريك وليه دلوقت عندي هنا كمان أربع بيضات والبيت يكون بحارة الغرفة لو حجم البيض كبير قوي فهنستخدم تلاتة ولو حجمه زي ده واسط فهنستخدم اربعة علشان هنعملها بالشوكولاتة فهنستخدم معلقتين كبار من الككاو الخام الغير محلة وباكت واحد من البايكن بودر أو تقريبا معلقة كبيرة ممسوحة أحتاج كمان كباية من زيت الدرع أو زيت دوار الشمس أيهما متوفر عندكم في البيت وهنحتاج كمان آخر حاجة معلقة صغيرة من الفنالية قبل أي حاجة وقبل ما نشتغل في الكيك هنجهز القلب بتاعنا وهنسخن الفرن ده قلب مفرغ من الداخل مقاس 24 الأوليب دي بتبقى حلوة جدا في الكيك الإسفنجي وبطلع نتيجة معاك ولا غلطة من البداية أهم حاجة أن قلب الكيك يكون الكيك ماليه بنسبة 60% أو 70% يعني الكيك بيطلع على ارتفاعه وبيقم حافظ على ارتفاعه وبيزيد عليه حاجة بسيطة النوع ده من الأوليب بيديكوا نتيجة ممتازة قوي في الكيك الإسفنجي أو أي نوع كيك عموما لأنه مفرغ من الداخل فبطبيعة الحال الكيك ما بيطلعش معجل لأن الحارة بتتوزع من بره وكمان بتتوزع من النص بدي القلب من جوه مسحة زبدة بسيطة كده من كل حتة فيها علشان الكيك ما يلزقش معايا بعدين بجيب مصفة بحط فيها شوية دقيقة وابدأ أنخل الدقيقة على كل حتة في القلب وأي زيادة بابدأ أن أنا نفطها من القلب بطريقة دي ودي أحلى طريقة بطنوا بيها القلب ونجرم الكيك يلزق معاكو تماما وهنسيب القلب على جنب ونبدأ نشتغل في الكيك بتاعنا إحنا نعمل كيكا سفنجاية فهنفصل الصفار عن البيض أول حاجة صفار البيض اللي قدامكو ده هنزود عليه نص كوبية من السكر يعني نص كمية السكر في الوصفة زودت عليهم على أصغار من الفاناليا بجيب مضرب يدوي بابدأ أخفق صفار البيض مع السكر والفاناليا لحد ما لونهم يفتحها أكتر معايا ندوب بالسكر كويس قوي واللون بتاعنا يبقى أفتح درجة أو درجتين من لما بدأنا مثلا نوصل للدرجة دي ويبقى تماما قوي وحاولوا تستخدموا مضرب يدوي بلاش مضرب جهربي نزود عليهم كوبية الحليب وكوبية الزيت ونقلبهم مع بعض كويس وآخر حاجة نخل عليهم المكونات الجفة اللي عندنا بحط المصفة وبزود فيها كوباتين من الديق الفاخر أو ديق الكيك وعليهم علاقتين كبار من الككاو الخامق الغير محلة وعليهم البيكنج باودر ننخلهم كويس قوي ولو تبقى شوية في الآخر كده ممكن نضغط عليهم بالسباتيولا ننزلهم تحت كلها لو أي حاجة ما نزلتش معانا ممكن نتخلص منها على طول وبنفس المضرب اليدوي اللي كنت شغالة بيه هقلب بقى ماكس الدقيق والككاو والبيكنج باودر مع صفار البيض والسكر والفانالية نوصل بالقوام انه يبقى زي اللي قدامكو ده بالزبط كده مفيش فيه أي حبيبات للدقيق أو الككاو وظهره معانا خالص كوام ناعم كده زي ما انتوا شايفين كده خلصنا أول خطوة هنسيب بقى المكس ده على جنب وعندي هنا بيض البيض أنا كنت سيبا في التلاجة في الوقت اللي كنت بعمل فيه مكس الصفار والدقيق بحب بداية من فوصفات الكيك الأسفنجي اشتغل في بيض البيض وهو بارد أهم حاجة للقالب اللي يبقى فيه بيض البيض أو اللي فصلنا فيه الصفار عن البيض ما يكونش فيه ولا نقطة مية والمضرب كمان اللي هنشتغل بيه يكون قوي ويكون جاف تماما ما فيش فيه أي نقطة مية كمان ونفس الوقت ما نكونش اشتغلنا بيه في خليط الصفار علشان كده قلتلكوا حنا بنعمل ماكس صفار البيض اشتغلوا بمضرب يدبي الأول وقبل أي حاجة هبدأ أخفق بيض البيض على سرعة هادية جدا لحد ما يكون معايا زي رغاوي كده على الوش اختاروا سرعة رقم واحد وبصور كده لحد ما توصلوا للقامل لقدامك ده وعندي هنا نص كمية السكر اللي هي نص كوباية الباقي عندي كمية السكر كلها في الوصفة كوباية نص الكمية استخدمناها مع الصفار والنص التانية نستخدمه مع البيض أنا هزود السكر على ثلاث مرات هزود الأول أول كمية من السكر وهبدأ أخفق على سرعة رقم واحد لمدة 30 ثانية اللي هي أهدى سرعة عندنا بعدين هنزود الكمية التانية من السكر وهنخفق كمان لمدة 30 ثانية وبرضو على سرعة هادية ودي عندي آخر كمية من السكر هزودها وابتداء من اللحظة دي هنعلي سرعة المضرب على الآخر يعني هنستخدم أكوى سرعة عندنا نستمر بالخفقة كويس قوي لحد ما نوصل للقوم اللي قدامك ده هتعرفوا إزاي أنكم قربتوا تتوصل للقوم المطلوف في بيض البيض لما يبدأ يعمل تموجات كده قدامك كل شوية هنوقف ونرفع كده المضرب نشوفه قطع معانا ولا لأ أهم حاجة أن خليط بيض البيض ما يكتلش ما يبقاش كتل كده يبقى كريمش نفس الوقت هنا لما وقفت ورفعت المضرب أطع معايا على طول من غير وينزل ولا نقطة لتحت يعني عمل البوز اللي قدامك ده هخفق بقى كمان لكن المرة دي على سرعة هادية جدا والمد دي أبس علشان أخرج أي بابلز موجودة جوا بيض البيض بنعومة كده هنخرج أي حفققعات موجودة جوا والخليط هيبق مظبوط معانا أكتر بقلب من تحت الفوق بسباتي ولأتأكد أن خليط بيض البيض كل بقوم واحد بعدين الخطوة اللي بعدها ناخد معلقتين من مكسا بيض البيض نحطهم على البولة اللي جنبها اللي هي فيها صفار البيض مع الدقيق والكاكاو والسكر دايماً وانتو بتعملوا أي كيك اسفنجي خلوا دايماً بيض البيض آخر حاجة يعني تخفقوه قبل ما اضفوه على الخليط التاني على طول باخد معلقتين ومش بقلب بسباتيول أو حاجة بمضرب بيادة بعادي جداً وبنقلب من تحت الفوق بشويش كده أول ما الكمية الأولى تختفي نزود الكمية اللي عليها الدول كل مرة بنزود معلقتين ونقلب بشويش من تحت الفوق وبخفة كده لحد بنخلص الكمية كلها هو ده السر دايماً في نجاح وصفات الكيك الاسفنجي قد إيه بسيطة لكن لو التزن بالطريقة بتاعتها كل مرة تطلع ناكحة معنا بالنسبة للكيك الاسفنجي هو طريقة خلط كويسة وفي نفس الوقت فرن كويس كده أنا تقريباً ضفت كمية بيض البيت كلها وخلصت الخليط كله ومش هبالغي قوي في الخفق يعني الخليط امتزج مع بعض وهوقف على طول زيادة تأكيد في الآخر قبل ما صب الخليط في الآلب بتاعي هجيب سباتيولا وهقلب من تحت الفوق أتأكد إن كله برضو بقوام واحد بصب الخليط في الآلب بطريقة اللي أنتوا شايفينها دي بعدين بخبطوا خبطتين كده علشان أخرج أي فقاعات موجودة جواه الفقاعات دي مش هي الهوى اللي دخلنا في الكيك أنا بقصد بالفقاعات اللي هو لو قطعنا الكيك من جوا ما يكونش فيه فراغات كبيرة يبقى الكيك كده كله بقوام واحد وكأننا بنقطع حيطة أسفنجة مثلا بعدين بجيب عود خشبي أو خلت أسنان مثلا وببدأ إننا أمشي جوا الكيك كمان أخرج منه أي فقاعات هوا جواه عايزين كده لما نقطع الكيك نلاقيه ناعم وكله بقوام واحد وما فيش فيه أي فقاعات كبيرة جواه الفرن بتاعي ساخر مسبقا قبلها بعشر دقايق على حرارة 160 هحطها في الرف التاني في الفرن وهتاخد معاكم بالضبطة 40 دقيقة هتلاحظوا منها بتدت تعمل طبقة كده بعدين تعلى 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 وتعمل تشققات بسيطة كده زي ما أنتوا شايفين فوق مش مسموح لين خالص نفتح الفرن إلا بعد مرور 35 دقيقة والأفضل في الوصفة دي كمان 40 دقيقة بعدين بعود خشبي هنختبر نضج الكيك لو خرج معاكم ومضيف على طول فكده تمام قوي أنا مش بسيبها تبرد جواه الفرن ولا حاجة خالص أنا بخركها على طول وبقلبها على شبكة دي أحلى طريقة بتخلي الكيك ما يهبطش معايا تماما يقلبها على شبكة واستنوا شوية علشان تتأكدوا إنها فصلت كويس بعدين ارفعوا القالب بصراحة الكيك زي الأمر يعني كفاية ريحته في البيت كانت عاملة زي عايز أقول لكم إن هو قدامي كأنه قطعة اسفنج مثلا مش كيك خالص عسيبها تبرد على جنب ونعمل لها كريمة شوكولاتة نقدمها معاها الوصفة دي ممكن نشتغل فيها بحليب سيل بس أنا شايفة إن الحليب البودر بصراحة بيدي نتيجة مختلفة قوي فيها بيحاسسني بجد إن هي كريمة مش مهلبية فبزود سبع معالق كبار من الحليب البودر وبزود عليهم نص كباية من السكر معلقة ونص من الدقيق مع معلقة ونص من النشا معلقة ونص اللي هي المعياري الكبيرة وبزود عليهم كبايتين ونص من الميا كبايتين ونص الميا دول اللي هو قد كبايتين ونص من الحليب السيل لكن لو هنشيه الحليب البودر نقلبهم كويس مع بعض على البارد بعدين نرفعهم على النار مع التقليب المستمر متوقفوش تقليب خالص علشان اللي حل من تحت ما تعملش قعر او تطلع لون كده في وسط الكريمة اوصلوا بس بالخليط انه يعمل بابلز او فقعات كده وقفوا على طول وشيلوا الخليط من على النار لو زودتوا تسوية اكتر من كده الخليط هيبقى تقيل معاكو جدا بعد كده القوم اللي قدامكو ده هو المطلوب هزود عليهم 100 جرام من الشوكولاتة البيضة لو حبين الكريمة تكون بلون الشوكولاتة فهنزود شوكولاتة بالحليب او تشوكولات دارك زي ما تحبه انا حبها باللون الابيض فهزود شوكولاتة بيضة زودت معاها كمان معلقة كبيرة من الزبدة علشان تديني كده تماسك شوية في الخليط وهنقلب كويس اخر حاجة بقى هنزود باكت واحد من الكريم شونتيو معاه نص كوبية من الحليب حليب فاتر عادي جدا ونقلب الخليط ده كويس مع بعضه ما تقلقوش مش هيتماسك ولا هيعمل زي المهلبية ولا هيتقل ولا هيكون طبقة على الوش ولا اي حاجة هيبقى معاكو كريمة شوكولاتة بسيطة وكل مكوناتها من البيت كمية كبيرة لكن بمكونات بسيطة احنا استخدمنا حليب وكريم شونتيو بس البديل بتاع الحاجات دي كلها ان انا نستخدم كريمة خفق السيلة وطبعا كريمة الخفق السيلة متتقرنش بالحاجات دي وهسيب الصوص ده نص ساعة كده شوية يبرد على جنب انا نقلت الكيك بتاعي في طبق وهبدأ ان انا صب الصوص حليف النص بالطريقة دي اللي انا هعمله ده اختياري يعني مش لازم تصب الصوص فوسط الكيك الا لو حابين تعمله شوء او حركات كده او حاجة يعني لكن ممكن نسيبوا الصوص على جنبه وتقطعوا الكيك وتاخدوا من الصوص كده شوية على كل قطعة طبعا لو هتحتفظوا بيه نصب الصوص رهيب مع الكيك واللون بتاعه بعدين يبدأ ينزل من الجوانب كده زي ما انتوا شايفين ولو قطعته من النص هيحصل لانهيار اللي قدمكو ده ده بقى قوام الكيك حاجة كده يا جماعة زي القطن بجد كيك اسفنجي طري جدا من انجح الوصفات اللي عدت عليه لحد دلوقت طريقتها وسيطة ما اخدتش معايا وقفة في المطبخ خالص يعني كانت تقريبا ربع ساعة ودخلتها الفرن على طول والوقت اللي هي كانت فيه في الفرن كنت بعملها الكريمة بتاعتها الكيك طري جدا وتقريبا من احلى الكيكات اللي انا عملتها لحد دلوقت طيب لو فيه وصفة كيك تستحق انك تقوموا تجربوها دلوقت فهي الوصفة دي السكر بتاعها خفيف قوي وعلى فكرة انفعت اتاكل لوحدها من غير الصوص خالص ومع الصوص رهيبة لما بتضيفوها هتحسوا ان القوام بتاعها ملكي اكتر الكيك بيفصص معايا حرفيا عملت زي ماكون مسكحة تتسفنج وبفتحها كده بالطريقة دي احلى من اي كيك يباني بيقابلنا دائما في الريلز او بنشوفه في اي مكان وبنتجنن عليه وصفة جمعت بين الجمال والاناقة وفي نفس الوقت المكونات البسيطة اللي كلها من البيت اطرا كيكة في الحياة احلى حاجة هتعدي عليكم ممكن احلى حاجة هتدخل بقوك وتجربوها كيك اسفنجي سهل وسريع جدا ما تتخيلوش قدي ايه طعم وكان حلو جربوه هستنى رأيكو شوفكو على خير في فيديو جديد مع السلامة حلوية